اهلا بكم احنا هنتكلم في الفيديو ده لحد ثالث حلقة من المسلسلات المعروضة في رمضان هنبدأ بمسلسل الكبير طبعا كلنا مش منتظرين من الكبير انه يدينا قصة مسلسل قد ما احنا منتظرين منه انه هو يضحكنا لكن للأسف الموسم ده صعب علشان الموسم السادس كان فيه تحديات كتير لانه كان بيطلع نجوم جديدة في الموسم السادس كان صعب لكن السابع اصعب لانه لحد دلوقتي ما فيه شخصيات جديدة بالضحف بإفهات شبيهة للموسم السادس يعني من اول حلقة ما فيش جديد واللي لسه محافظ على شخصيته في المسلسل هو هادرس والإفهات اللي بيقولها مهما يقولها احنا متفاعلين معا لكن دور مربوحة في الموسم ده من اول ثلاث حلقات للأسف الكتابة ضعيفة جدا وده اللي عرض رحمة احمد لانتقاطات الكبيرة اللي احنا شفناها اليومين اللي فاته دول مسلسل سوق الكانتو اللي بيشارك فيه الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون وطبعا امير قراره بيعمل دور جديد عليه لكن مش شخصية جديدة بس روح المسلسل حلوة جدا لكن رتم المسلسل بطيء طبعا بالمقارنة بمسلسلات رمضان مسلسل سر والباتة عليه كلام كتير هو مسلسل حلو وقوي والطفل اللي قدم دور احمد فهمي وهو صغير في الحلقة الاولى جامد جدا المسلسل احداثه سريع وحلوة مشاهد المجاميع موفقة جدا لكن العيوب بقى زي ان الممالك لابسين قديدس مثلا والفرنسويين بيتكلموا عربي احسن مني ومنا ونابليون شكله نابليون لكن اصله من شبرة بيتكلم مصري احسن مننا وكمان اللي على السبب اكتر ان بينه وبين جنوده بيتكلم مصري مسلسل المداح الجزء الثالث طبعا الفنان الكبير احمد مير اضافة كبيرة جدا للمسلسل وكمان الفنان خالد زاكي نيجي بقى لسلمة ابو ضيف اللي كانت مفاجئة المسلسل انا شايفة ان سلمة ابو ضيف كانت محطوطة دايما في سكة البنات المدلعين اللي بيعملوا التيك توك وان هي تعمل دور زي ده بجد اثبت انها ممصلة قوية وكمان دور رانيا فريد شوقي جامد جدا انا بالنسبة للجزء ده من المسلسل احداثه احسن من الاول والتاني لانه داخل في الاحداث على طول عملة ندرة تخيل ان احمد عيد وكمال ابو راية هم ادوار الشر في المسلسل لكن بجد احمد عيد ابدع في الدور نيجي بقى لجمال سليمان اللي عامل دور صعيدي بس للأسف اللهجة مختلطة باللغة السورية او باللهجة السورية مسلسل ضربة نور طبعا ياسمين عبدالعزيز واحمد العودي قصروا الدنيا قبل كده في مسلسل اللي مالوش كبير بس المرة دي برغم اجتهدات العودي في الدور بس المسلسل ما فيهوش حاجة مختلفة بس انا بتفرج على المسلسل لاني عارفة انهم هيحبوا بعض في الآخر يمكن المسلسل كان ممكن يكون احسن لو احمد العودي عمل مسلسل لوحده من غير ياسمين كان ممكن يطلع ترند ويكسر الدنيا اما مسلسل الامام الشفعي لخالد النبوي مسلسل قايم جدا يعني لغة عربية صحيحة جدا وتصوير حلو ما ينفعش يتقارن باي مسلسل لان ده هيبقى ظلم للمسلسل لحد هنا خلص الفيديو حللنا بعض من مسلسلات رمضان يارب الفيديو يكون عجبكم وتحللنا للمسلسلات يكون عجبكم اكتبولي رأيكم في الكومنتات ومتنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الاشعارات اسببكم في رعاية اللو قبل وحفظه والسلام عليكم